عمدت فيينا يريد منع حمل الأسلحة في كافة أنحاء المدينة بعد مواجهة العنف الأخيرة نعم 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 فيينا يمكن كانت مصرح لموضوع الأحداث الإجرامية في الأوينة الأخيرة بعد ما كنا في الفافوريتين والموضوع منحصر في الحي العاشر رجعنا لقينا فيه مشكلات في برجيتين او ودي اللي كان بطلها العشائر السورية والشيشانية رجعنا تاني لقينا فيه مجموعات من العصابات اللي بتطلق على نفسها 505-515 وعمليات ترتيبات إجرامية منظمة إذا حد التعبير على حد التعبير وبنقول إن ده بتشكل تأثير سلبي على اللاجئين اللي هم عايزين يعيشوا هنا في النمسا حليل حضرتك للموضوع نعم طبعا ساذا مدوح يعني إحنا خلينا نقول الخبر الأهم اللي هو فعليا خرج إنه وحدة مكافحة إجرام الأحداث في النمسا تقدم تقريرها النصف السنوي هذا الفعليا اللي قدم اليوم وزير الداخلية وقال إنه وحدة مكافحة إجرام الأحداث حققت تقريبا مع 4200 بلاغ قدمت 4200 بلاغ لأحداث 380 شخص تم اعتقالهم هم من القصر فعليا ماذا قال لعمدة فينة؟ عمدة فينة الذي قال هو فعليا قال أن مشكلة الفوضى الأخيرة التي صارت بفينة وفعليا كسافة اللاجئين هذه ليست مسؤولية فينة اللي هي فيها الاس بي او هذه ليست مسؤولية فينة وبالتالي هي مسؤولية الحكومة الفيدرالية الحكومة النمساوية على مستوى النمسا يعني مقصود كارني هامر جرهة كارنر وزير الداخلية أنه يقوم بتوزيع اللاجئين على كافة المقاطعات طبعا أنا بوزع اللاجئين على كافة المقاطعات ولكن فينة تقدم يعني هامش كبير من المساعدات الاجتماعية والتي يجعلها مرغوبة للعديد من اللاجئين هنا في النمسا فبالتالي قال لك يوهانس وزير الصحة وزير شؤون الاجتماعية يوهانس روخ شو قال لازم نعمل على توحيد نظام المساعدات على مستوى النمسا بشكل كامل حتى ينتشر اللاجئين يعني من حقه اللي أخذ طلب لجوء حصل على حق اللجوء أفوا أنه هو فعليا يروح لأكثر مكان بيستفيد منه هذا من حقه الطبيعي هذا من حقه الطبيعي يعني احنا ما فينا نقول ليش الناس عم تيجي عفيننا لا لأنه هي فعليا نظام المساعدات أكثر والإنسان يبيبحث عن المنفع الأكبر دائما بغض النظر هذا شيء آخر هو جاي على بلد بده يلجأ على إله بده يحصل على الأمان وحصل على الأمان فينا منحته منحته هامش أكبر من الأمان المالي بس هو هنا بيصطدم برضه بحاجة تانية لأنه ده لازم يكون قرار برلماني أو لازم يكون قرار برلماني لأن موضوع لا مركزية وحرية كل مقاطعة في اتخاذ القرارات الخاص بيها عبر البرلمان الخاص بيها ده اللي بيديها حرية في تحديد عملية المساعدات الاجتماعية بالضبط فهذا يكون على مستوى البرلمان فبالتالي يعني بغض النظر عن الألية التنفيذ كان برلماني وإلا بخلال الحكومة نفسها بغض النظر عن الألية التنفيذ الفكرة هيك والنقطة الأهم والنقطة الأهم التي قال عنها يعني فعليا التي قال عنها فعليا السيد عمدة فيينا ميخايل لودفيك قال أنه أنه موضوع العنف اللي موجود بالشارع كمان أيضا هذه ليست مشكلة فيينا هذه مشكلة مؤسسة الاندماج وزارة الاندماج التي يشرف عليها حزب الشعب السيدة سوزانة راب فبالتالي مشاكل الفوضى ليش عندهم مشاكل أنه وجودين بالشوارع ما في تعلم لغة ما في عمل طب يجيبوا السلاح منين بغض النظر أستاذ ممنوع إحنا مو موضوعنا بيجيبوا السلاح فيه ناس عم بتوزعوا له السلاح فيه ناس عم بتشتري عم تبيعوا السلاح بغض النظر فيه واحد عم بيقطر السلاح من على الشجر موش قضيتنا قضيتنا نحن واحد ليش الناس عم تيجي فيينا قضيتنا اثنين ليش في ناس فالتاني بالشوارع لأنهم سيستم الاندماج فاشل كورسات اللغة الألمانية غير ملزمة الشخص بيبيع بيعيد المستويات الأول الأيس والألفابيت وعشرات المرات بدون رقيب أو حسيب فبالتالي فبالتالي هذا الشيء اللي بشيع الفوضى وهاي مسؤولية مين مسؤولية وزارة الاندماج وليس مسؤولية فيينا فبالتالي الكلام اللي قالوا كلام حقيقي وواقعي لأن الحكومة النمساوية إن كان عبر وزارة الداخلية عبر حزب الشعب عبر وزارة الاندماج فعليا فشلوا على كل هذه الصوت في العمل على تشريع قوانين تعمم توزيع طالبي اللجوء على كافة أنحاء النمسا أو اللاجئين حصلوا على حق النجوء وأيضاً إيجاد سياسة اندماج حقيقي ويمكن على ذكرى حضرتك لموضوع الكرسات وعدم التكرار دايماً الامتحانات بدون إيجابية ودقي تحتها ده اللي خلى يمكن من 1-7 مكتب العمل منع دلوقتي عملية الفيردرون اللي بيقدمها أو المساعدات الخاصة بالكرسات خارج مكتب العمل نفسه يعني كان المكتب العمل بيتحمل بعض الكرسات في الفيفي أو البيفي لو حد يعمل كرسات خاصة حالياً دلوقتي من 1-7-0 مفيش لأي حد مساعدات بأي شكل طبعاً دي برضو نتائج مترتبة على موضوع الاستغلال السيء للعملية المساعدات الاجتماعية نعم